ارتفاع على درجات الحرارة غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل وتقص ربيعي مشمس في أغلب المناطق وتفاصيل الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب وأسعد الله مساءكم من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط يوم الغد لتصبح أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام كما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة نهاراً يوم الغد مع هذه الليلة تبقى الأجواء باردة في معظم المناطق أما مع نهار يوم الغد كما نشاهد الأجواء لطيفة في معظم المناطق وأقرب إلى الربيعية وقد تصل إلى أن تكون دافئة في بعض المناطق مثل بحر الميت والعقبة والأغوار أما في هذه الليلة وتحديداً في العاصمة عمان فمن توقع أن تكون الأجواء صافية درجة الحرارة تصل إلى 9 درجات مئوية وسرعة الرياح إلى 8 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة عمان غداً يوم الثلاثاء 18 إلى 12 درجة الأجواء مشمسة رياح نشطة يوم الأربعاء مع انخفاض بسيط على درجات الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية 6 درجات في ساعات الليل انخفاض واضح على درجات الحرارة الليلية كما نشاهد ما بين يوم الثلاثاء والأربعاء ما بين 12 إلى 6 درجات انخفاض حد في الدرجات الحرارة الليلية كذلك الأمر يوم الخميس 10 درجات نهاراً إلى 5 درجات ليلاً ولا انخفاض واضح مع عطلة نهاية هذا الأسبوع في العاصمة عمان وفي باقي المناطق والآن إلى باقي مناطق المملكة ومعرفة درجات الحرارة يوم الغد في إربة 22 إلى 13 مفرق 21 إلى 11 جرش 22 إلى 12 وفي عجلون من 20 إلى 12 درجة بيئوية والأجواء مشمسة عمان 18 إلى 12 زرق 21 إلى 13 بلق 18 إلى 12 درجة مادبة 19 إلى 12 وأجواء مشمساوة دافئة في البحر الميت من 27 إلى 18 درجة مئوية الكارك 19 إلى 12 طفيلة 18 إلى 13 درجة في معان 21 إلى 12 في جبال الشراط 16 إلى 10 درجات وفي العقبة من 30 إلى 19 درجة مئوية والأجواء دافئة في خليج العقبة رويشد 23 إلى 12 صفاوي 22 إلى 12 وأخيراً في الأزرق من 24 إلى 12 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصر العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة